السلام عليكم متتبعي لقناة مرحبا بكم في الصفحة السابعة والعشرون من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى السادس من التعليم الابتدائي اليوم إن شاء الله مع الإملاء همزة الوصل والقطع أستثمر أدرج الكلمات الآتية في مكانها من الجدول للذين الكلمات العمل أعطي أب افتتاح اسم أعطى أكتب أخذ امرأة إلى كلمات مشتملة على همزة وصل أو كلمات مشتملة على همزة قطع إذا نبدأ بكلمة أولى العمل فهي مشتملة على همزة وصل العمل أعطي أعطي أي من كلمات مشتملة على همزة قطع أب كذلك أب كذلك كلمة مشتملة على همزة قطع افتتاح فهي مشتملة على همزة وصل افتتاح كلمة مشتملة على همزة قطع أكتب كلمة مشتملة على همزة وصل أخذ كلمة مشتملة على همزة قطع كلمة مشتملة على همزة وصل تنيا آتي بأمر الأفعال الآتية وأشكل إذا كتب أقول أكتب لدينا كتب أكتب هو فعل ثلاثي جلس تلك فعل ثلاثي اجلس ولدينا استمسك استمسك ثم لدينا انتبه 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 ثالثا آتي بمصدر الأفعال الآتية وأشكل قم بشكلها دينا استغفر ثالثا استغفر استغفر مصدر هذا الفعل استغفر ارتفع مصدر هذا الفعل ارتفاع كذلك الفعل الثالث انعقد انعقاذ انعقاذ رابعا اضع الهمزة المناسبة مع حركتها فيما يأتي اكرام الضيف واجب اكرام الضيف واجب من فعل اكرام فهو فعل رباعي اطلب اذا هنا فعل طلبة فعل ثلاثي اذا همزة وصلين اطلب العلم من المهدي الى اللحدي اطلب العلم من المهدي الى اللحدي اغتنم وقت فراغك كذلك فعل ثلاثي اغتنم وقت فراغك احسني احسني الى الناس بالكلمة الطيبة خامسا اضع الهمزة المناسبة مع حركتها في الجمل الاتية قال مدير المؤسسة ستنظم مدرستنا رحلة الى الامدرد الى 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 الاسد فعمل ابتها ج كل المتعلمين و المتعلمات و اخذوا يستعدوا للريحل قال مدير المؤسسة ستنظم مدرستنا رحلة إلى السد فعمل ابتهاج كل المتعلمين والمتعلمات وأخذوا يستعدون للرحلة سالسا أضع مكان النقط الهمزة المناسبة وصلية أو قطعية أسرع إلى القاعة لإنجاز تمارين الرياضية ثم استرع قليلا أسرع إلى القاعة لإنجاز التمارين الرياضية ثم استرع قليلا إذن هنا همزة قطع أسرع إلى همزة قطع لقاعة همزة وصل لإنجاز همزة قطع التمارين همزة وصل رياضية كذلك همزة وصل استرع كذلك همزة وصل ترجمة نانسي قنقر